كل سنة وحضراتكو بألف خير عيد سعيد عيد فطر مبارك وأكيد كل من شاهد احتفالية وحضور الرئيس الاحتفاء بأول أيام عيد الفطر مع أبناء الشهداء شعور يا مصطفى صباح الخير عليك أولا صباح الفلسانة وانت طيب شعور بفرحة العيد الحقيقية مع الأطفال ده حقيقي جدا وكلنا كمان شعورنا النهاردة يعني بالأجواء الإيجابية اللي كانت موجودة في الاحتفال اللي أقامه السيد الرئيس لأهالي وأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة شفنا بصراحة يعني أجواء جميلة جدا جابر الخواطر الرئيس السيسي بصراحة يعني قدر أنه يعني يقعد مع الأطفال ويلعب معهم ويلتقي بيهم لفتة إنسانية جميلة جدا احنا تابعنا كمان صباح العيد اللي أدها السيد الرئيس في مسجد المشير طنطاوي وكان فيها أيضا بصحبته عدد كبير من أهالي الشهداء قبل التوجه مباشرة إلى مقر الاحتفال في مركز المنارة اللي فيه عدد كبير جدا من الألعاب خصصة لهؤلاء الأطفال الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر اللي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء الحقيقة كانت مشهد مبهج بكل ما تحمله الكلمة من معنى وده بيعكس حرص السيد الرئيس الدائم على مشاركة أبناء الشهداء الفرحة في الأعياد والمناسبات بشكل أبوي وبشكل عفوي شفناه في وقت طويل سواء قبل دخول الإفطار أو بعده مشهد متعودين نشوفه دايما من الرئيس اللي دايما حريص أنه يدخل البهجة والسرور على الأطفال تحديدا وأبناء الشهداء يعني شفناه وهو فعلا كان حريص أنه هو يقدم الوجبات بإيده يقدم الأيس كريم بإيده فكرة لما علقنا وغاية يوقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر